السلام عليكم. معكم شيف والد. جيسبر تكونوا كامل في صحة جيدة. اليوم رجعت لكم بوصفة اللي قلت لكم بديت لكم بلاباز. حبيت درنا ديجا عجينة الصابلة. هذيك اللي جيت قرمش. سبيسيال جيت قرمش كيمال ميلفع. هذا ما كان. رح نزيدون نتعلم بزاف بات فيتي اللي كانوا طرحوا عليها الاسئلة. واليوم رح نديروا كريمة الليمون. لك خمو سيدخون. هذيك خمو سيدخون رح ندير مختلفة للمدارين نديروها. طريقة بزاف بسيطة. لازم تتعلموها دي. بشتوح تتعلمو لغاوسات الأخرى. دوك هنا ما كشغل وصفة بتكريمة الليمون. رح نتعلموهم بصح كامل. بطسابلي وكاها دو الكريمات رح نتعلموهم اي طاب بريطاب. ابدوا بلاباز. خديت حوال 100 جرام تعاصر الليمون. مبشور حبار الليمون. 400 جرام تعلمة. حوال 150 جرام تعال سكر. و80 جرام تعال مايزينة الناشا. وصفة بيضاتين. وحبا بيت كاملة. اول حاجة نبدأ بها. ونكتب لكم كل ما في صندوق الوصف. نبدأ نحضر السيروتائي. السيروتائي وش فيه؟ قلنا فيها 400 جرام تعال ما. لما عندوش ميزان بصحة بريفيرانسي يكون لديكم كامل يحب ينجح معايا. وينجح في السيابي هذا اللي نديرو فيه. رح يستعمل ميزان. لما يستعمل ميزان ما رحش ينجح في العراساتها دي. خديت حوالي 400 جرام تعال ما. قلوا كاز مش معمار بزاف. والاخر كاز مش معمار بزاف. قلنا 400 جرام تعال ما. معا 150 جرام تعال سكر نحطوهم فوق النار يغليوا لي. دوك بدنا نقول لكم كيفاش تعرفوا سكرتاكم كيفاش يغلي. دوك نوعد نوري لكم. ونضير فوقهما دام مبشرتا على الليمون. درت حوالي حبة الليمون. قلت لها ربيتها كامل. وحطيتها فوق هذا السيروتائي اللي يره يغلي فوق النار. دوك نقول لكم كيفاش تعرفوا استيروتائكم بالليره واجد. من جهة اخرى. نحكب مع دوك سفار بتاع البيض. كما راكم تشوفوا. ما عاجزو حبات تاع البيض يكونوا كاملة. البيض ما يكون كبير ما يكون صغير يكون من المتوسط. هنا نخلطوهم غير بالفوي هكذا عبار كما راكم تشوفوا معايا. حتى يولي اه شغال هديك البيض تاعكم ما يولي هكذا ما يعيشي بان. ما ما نضيف فوقه نضيف فوقه هديك 100 جرام تعال عصير ليموني. قلوا حوالي قريب نستقاس مش هي نصف قصب حقرب نصف قصب. سوف نقول لكم يكون لديكم ميزان. يعني اذا عشاء كفوة نعاود نقول لكم لازم يكون لديكم ميزان. وقدرت حوالي 80 قرام ولا 70 قرام تالا مايزانة. هي 70 قرام ولا 80 قرام مايزانة. دونك هنا يخدوا 70 قرام تالا مايزانة ولا 80 قرام تالا مايزانة تعال الناشا. وخلطوهم بها دوك المكونات مع بعضهم. دوك نرح نشوفوا السيروتان كراهوي طيب. من جهة اخرى شوفوا السيروتان يبدأ بدأك بغلي. من أجهاء ذكرة عن العائل الذي يبدأ العائل والمناتعة لذلك. الآن قليلت تنقلت سيروتان. قليلت الليمون بشيطة كلها. لدينا خلطه. أجلنا الخلط علىها. يجب أن نفعل كرام باتيسيار. ننجح هذه الكرام باتيسيار. نحن نقول لها كما ترين الفرع. سكرة الحلب. نخلطوا هذه السيغوات مع هذه المكونات التي كنا خلقناها ونرجوهم في الكسرول كنا نرجوهم في الكسرول ونرجوهم فوق النار والنار تكون متوسطة حتى تعقلي هذه الكريمات وليها ومثل سقليش لازمتوما قعدوا غير تحركوا نقول هنا خطوة مهمة بثاف قعدوا غير تحركوا بسكن كنت نساوها شوية بركتشدلكم في الكسرول سورتلك الكسرول لما كانت كالية مليحة سأجيكم بحرقة قعدوا دوروا هكذا النار تكون متوسطة حتى تشوفوا بدا التعقد هنا يا راهي بدأ التعقد لي كريمة الليمون حاجة بزاف سهلة ما كاش أبسط من كريمة الليمون هادية وحاجي حاجة اللولة بنينة كما راكم تشوفوا حتى تشوفوا القاومة هكذا خلطوا بيان بشجي القاومة هاليس هنا كتبدا تديلكم في الفقاعة هادوك شوفوا الفقاعة لي رهم يجوني في الكوتي أعرفوا بلك راهي وجدا انطفيوا لها النار بعد ما طفيت لها النار أخذت لها النار النار التي كان فيه حتى تغسلوه في الأول لن تفزدوه بزاف المعان أخذت لها النار الكريمة هادية أخذت لها النار النار ثم نحرك بيان ونفعلها في التلاجة لها بابييفين غير لف شفاف ونفعلها في التلاجة لازم تبرد بيان بعد ما تبرد لها دوك تشوفوا الخطوة التي نكملوها هنا قلت لكم توجر بابييفين لن يكون في التلاجة لن تدخل لها كامل ونفعلها في التلاجة بعد ما تبرد نعود لكم هنا كما رأيكم تشوفوا معي خليتها حوالي ساعة في التلاجة دوكتور مام تدخلها سواء أو سواء أو سواء عاويت نحيه وش نأخذ؟ نأخذ حوالي 60 كرام عزبدة 60 كرام عزبدة تكون عزبدة بدارة حرارة الغرفة وش نأخذ حرارة الغرفة لكما تسهل لكم العملية ونبدأ في الزبدة ونبدأ في الزبدة ونحن نعود في العمل ونحن نعود في العمل ونحن نعود بكثيرا حتى تخلطوا هذه الكريمات تظهروا كيفية كريمات ونظروا كثيرا هذه الزبدة ستكون ملح وشيء الثاني تقول خفيفة شاهدوا ما تقول خفيفة وشيء الثاني درجة القرصية تكون قرصة وشيء الثاني هذه ليست الكريمة السائلة المستطيع تحبون تحكم الملحة أو تحبون تحكم ذلك فلو تستطيع القرصة تستطيع القرصة كريم السائلة التي تحكم ومستطيع قرصة والتي تسجيل سنفعلها في القناة أتمنى أنكم ستبقوا به ستبقوا لا تحكم سنظروا ونحن نقوم بأس سأخذوا وكتبوا فيها كل ما نقول لكم اتركوا لكم نحن نأخذ هذه الكلمات في أعبارنا كما رأيتكم معي كم بشأن أحب أن اديت هذه العملية كما تعرفون كريمة الليمون تحبوا التحديم على مره أو تحبوا التحديم من فوقها تستطيع التحديم بسيطور وتستطيع التحديد في أول فيديو قمت بشأن تحديم كريمة بعد قمت بفوق مرهن إيطاليا سنقوم بتحديد مشترك ومرة فيديو يقول لكم كيف تفاصيلوني ويطاقكم كيف تعملون مرنج إيطاليين لكي تنجح لكم خير من مرنج فرنساس يقولوني لكم خطوة بخطوة لا تقولوني لكم على مزمة من درات الناش أنا أريد أن نشي لكم برطب خطوة بخطوة لكي نعلمكم كل لديكم من الصفر شعال جامعي دخلتوا لكيزين ولا جامعي شدتوا إنبوش ولا جامعي درتوا هذا سأعلم لكم في البعض بعد أن نذهب لرؤسات شغل يعتمدوا عليهم كامل للناس هنا سيوجد الكريمات هنا أحبت أن أقول لكم وضحت لكم الفكرة بل كريمة الليمون تقدروا تديرها أخر من المدارين تديرها وسأقوم بكتاني كريمة الليمون التي يجي دخلتها ويجي داخلها 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 جاءتني بزاف بلينة دوك تشوفوا الليمون سأقوم بكم وسأقوم بها فيديو القادم وسأتتعلموا كيف تديرو طرطو سيطر دوقت ما تحتاجوا بزاف ويجب أن تصاب لي لقيتكم دا جد مقرماشا أنا هنا يراني بصرة لآخر الفيديو نبقى عليها غير نقول لكم رحنا تلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله أتعال الله في روحتيكم بل بزاف ومع السلام